يا مساء الفل وزي ما عودناكم وبس مباشر هنا من صالة تحرير اليوم السابع في تلفزيون اليوم السابع بحاول يكون متواصلين معاكم على مدار اليوم في كل الأخبار الرياضية والغير رياضية ولكن أنا بكون معاكم أكتر في الأخبار الرياضية والخبر اللي معانا النهاردة أو دلوقتي وخبر الحياة كان مفاجأة لي أنا شخصيا اتكشفت بعض المصادر من داخل النادي الأهلي وده بشكل شخصي ليا ويعني فيه كلام كتير حول أو مؤخرا أو في الساعات الأخيرة حول عماد متعب عماد متعب لأنه هو ييجي خليفة خالد بيبو في منصب مدير الكورة الحقيقة الخبر ده خبر مهم وغريب وفيه شوية تفاصيل أولا عماد متعب طبعا عضو رابطة الأندية والحقيقة إنه ده بقى برضو بناء على مصادرنا أنا واسقة مليون المية إنه متعب في ما هو قادم لن يكون ضمن هذه الرابطة أو ضمن أعضاء هذه الرابطة في الفترة المقبلة متعب مش مبسوط قوي من هذا المنصب أو من اليومين دول كده الدنيا يعني مش أحسن حاجة بنسباله ولكن علينا نتكلم عن تحديدا الخبر راح نطلعين بيه إنه متعب مرشح إنه هو يكون مدير كورة بالنادي الأهلي والحال إنه متعب مع شوق الجماهير ما فيش كلام ولكن منصب مدير الكورة منصب شائق شوية داخل النادي الأهلي ليه مواصفات البعض شايف إنه ليه مواصفات خاصة أبرزها أبرزها هي كيفية التعامل مع اللعيبة أو اللعبين والسيطرة عليهم وإنت بتسيطر على جزء يعني تقريبا 50% من منظومة الكورة في النادي الأهلي بتتلخص في اللعبين فبالتالي إنت مسؤول عن أهم جزء فيما يخص كرة القدم من فريق الأول طيب إيه الكواليس فيما يخص هذا الأمر الكواليس إنه فيه تواصل تم مع عماد متعب والنوع من أنواع جس النبض هل لديك أي مشكلة لو أنت جيت وبقيت مدير كورة والحقيقة إنه التليفزيون عائق شوية مع متعب طبعا إحنا عارفين إنه متعب محلل يعني فيه السنوات الأخيرة محلل الدوري المصري يعني دل شوية ممكن يعرقل الموضوع ولكن لازلت المناقشات المناقشات مستمرة مع أعماد متعب والحقيقة إنه الاسم لقى استحسان كبير داخل مجلس دارة النادي الأهلي وبالتالي يعني الجهاز الفني أكيد اللي ما كانش راضي عن خالد بيبو أو السبب فيه رحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة وهو مستر مارسيل كولر يعني ما عندوش أي مشكلة خالص مع طرح اسم عماد متعب بالإضافة إنه نفس المصدر أكد لنا إنه أيضا مرشح القوة كابتن محمد يوسف مدير الفني السابق للنادي الأهلي ومدير الفني لطلاع الجيش كابتن محمد يوسف على المستوى الشخصي أنا يعني حد يعني عزيزة على قلبي جدا وكان دايما عندو نظرية إنه أي منصب داخل النادي الأهلي تحسن بكتير من مناصب تانية في أندية تانية مع احترامنا الكامل طبعا لأي نادي ولكن ده يمكن كان الحديث دور بيني وما بين كابتن محمد يوسف في يوم من الأيام لما كان هيرجع مدير بعام للفريق وهو كان مدير فني فقاله انت مش حاسس ان انت بترجع أو ان انت بتتراجع وانه ده منصب أقل شوية من ده فكان رده بشكل مباشر جدا أنا فاكرة كويس قال لي أي منصب فيه النادي الأهلي أفضل بكتير من أي حاجة ممكن تكون خارج النادي الأهلي وبالتالي أكتر اسمين مطروحين بشدة فيه الساعات الأخيرة وده طبقا لمصادرنا الخاصة عماد متعب ومحمد يوسف كان فيه كلام طبعا على محمد شاوي وليد سليمان ولكن بعدت شوية الأمور بعدت شوية وأيضا مطروح ولكن الظهر على الساحة من جديد هو عماد متعب ومحمد يوسف وإن كان عماد متعب فيه بعض العراقيل زي ما قلت لحضراتكم فيه هذا البس المباشر وبدايته أنه أكيد اسم عماد متعب هيلقى استحسان كبير داخل مجلس الإدارة وأيضا يعني أعتقد لو تم طرح طبعا اسم عماد متعب على الجمهور أكيد هيكون فيه ترحاب كبير جدا خاصة أنه بعد رحيل سيد عبد الحفيز هذا المنصب منصب شائعي جدا وسيد عبد الحفيز أو كابتن سيد عبد الحفيز طبعا مع حفظ حفظ الألقاب كان لديه شعبية كبيرة جدا وجمهورية كبيرة جدا وظاهير جمهوري جبير جدا المجلس الإدارة بيفكر فيه مدير كرة له هذه الشعبية وهذا الظاهير أنه هو يكون موجود فيه منصب مهم وشائج زي مدير الكرة حتى يعني يعوم الاستقرار ويكون فيه هدوء داخل الفريق وخاصة طبعا الموسم الجديد إحنا خلاص يعني الدوري صحيح شغال ولكن الأهلي حسم لقب بطولة الدوري رقم 44 في تاريخه للمرة التانية على التوالي وبالتالي مجلس إدارة نادي الأهلي لازال في صداع منصب مدير الكرة وفي الأيام المقبلة وتحديدا بعد انتهاء الدوري هيتم الاستقرار على واحد من الأسماء اللي قلناهم ولكن أتصور أنه يمكن إحنا أو الناس بنطرح اسم عماد متعب بناء على الخبر والمصادر اللي جات لنا من داخل النادي الأهلي ده كان بس هنا المباشر هنا من صالة تحرير اليوم السابع وفي تلفزيون اليوم السابع خليكم استنيننا على مدار اليوم وأطراف أهل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة